موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق وبإمكان حضراتكم مشاهدين أن تتواصلوا ويانا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آراءكم والإجابة على التساؤلات اللي نطرحها في هذه الحلقة وأيضا للتعليق على المقاطع اللي نعرضها أيضا في هذه الحلقة طبعا اليوم مشاهدين الكرام يوم استثنائي لأنه تقريبا الحلقة كلها مخصصة عن انتخابات مجالس المحافظات في العراق عدنا مقاطع كثيرة وراح تشوفون حضراتكم هاي الفضيحة اللي صارت اليوم بانتخابات مجالس المحافظات والمقاطعة الغير مسبوقة بتاريخ العراق أو تاريخ انتخابات العراق والنسبة الضئيلة جدا أيضا الغير مسبوقة بتاريخ الانتخابات في العراق اللي شهدتها هاي الانتخابات مفوضية الانتخابات أعلنت اليوم عن إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات اللي شهدت أدنى نسبة مشاركة بتاريخ الانتخابات بالعراق حتى منتصف النهار أعلن رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد أنه نسبة التصويت بالاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية بلغت 17% فقط وهذه النسبة هي نسبة الحكومة اللي معروف عنها التزوير تزوير الحقائق لحفظ ما وجهها في وقت قالت فيه مصادر أن المفوضية ستسعى لرفع النسبة لتدارك الفضيحة وأكو صور من بغداد وردت في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تم تداولها خلو مراكز الاقتراع من المصوتين خلونا نشوف مشاهدين الكرام أول المقاطع في أول موضوع عدنا في هذه الحلقة لمراكز الاقتراع تقول فاتحة وصاحبها ما يواصل الوادي ماكو ولا واحد هاي الشوارع شوفوها فارغة ها بس القوات الأمنية من الصبوع الهسة تفتار هاي حاليا المدرسة لانيام هاي حافظك بس يا بل تراكسود ليجي ذاك راه ينتخب هذول الواقفين مفوضيين ايه المنتسبين الشارع الفارق باعوا لي سوصو بس هذا من تراكسود الأبيض بس ما رأس مدري منين مدري من يجي بس هذا هاي صار اللي ساعة نواقف بس هذا من تراكسود الأبيض هي ملنا هاد الشارع هم فارغ ماء كتولي هاد هم ماء هم فارغ الشارع فارغة بس الشرطة طيب ننتقل إلى مقطع ثاني ضمن نفس الموضوع سجلت محافظات ديالا كربلاء القادسية المثنى والأنبار نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات حتى منتصف النهار وقال مراقبون من بابل أن القوى المتنفذة عاشت صدمة صباحية بسبب قلة ما حصلت عليه من أصوات رغم أن بعضها أنفق مليارات الدنانير على الدعاية والولائم واستغلال الدوائر بحسب وصف المراقبين أكد أيضا المراقبون من الحلة مركز محافظة بابل أنهم لم يتوقعوا أن تكون نسبة الإقبال بهذه المعدلات المتواضعة جدا لدرجة أنها متجاوزت الـ 12% عند الساعة الثانية عشر ظهرا وهذا الأمر يعكس الوضع الصعب والحرج الذي تعانيه قوى السلطة دعونا نرى الآن من أمام ثاموية الحلة من تميزات مركز انتخابي وإعلاني نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا أستاذ عمار شون شاهدت قوال المواطنين على انتخاب من السبعة للغاية الآن يعني هذا المركز صانية الحلة المتميزات مركز انتخابي وسط مدينة الحلة بتاع ديبشار 40 بثق المطبيعي لحد الآن ما أعتقد 200 شخص صوت فيه فهذا الموضوع مؤشر قطير جدا بالنسبة للانتخابات تخيل من نسبة المشاركة في التقرير المنتصف في ديالة 12% طيب نبقى ويا هذه المقاطع بحسب التقارير والمشاهدات الأولية أكدت منظمات معنية بمراقبة عمليات التصويت أن بعض المراكز الانتخابية في محافظة ذيقار سجلت نسبة مشاركة إجمالية بلغة 15% فقط خلونا نسمع لهذه الشهادة من محافظة ذيقار عن نسبة المقاطعة لانتخابات مجالس المحافظات نحن الآن متواجدين بأكبر مركز انتخابي وسط الناصرية بالحقيقة اللي جاء تنقل من قبل القنوات الفضائية والإعلام وبعض المنظمات هي حقيقة النتائج الانتخابية هي غير صحيحة للأسف أنه نتائج مبالغ بيه شوفت عندكم مثل ما جايشوف نصول نقرب الكاميرا هذا مركز رئيسي ونلاحظ عزوف كبير من قبل مواطنين أهالي ذيقار لعدم الإقناع في الانتخابات وكانت من أولويات مطالب الشعب ومطالب تشنين هي رفض مجالس المحافظات وعبر أبناها بالاستمرار من مطالبه برفض المجالس ومستمونين على هذا النهج خاف يقولون أنه اكتساح وما اكتساح وغيرها هاي الحقيقة اللي موجود شوفت عندكم المراكز تقابية فارغة اللي جاي نقل الإعلام ولي جاي نقل بعض الوكالات هي حقيقة مبالغ بيها يعني ما كوهي تحدي حتى احنا نكون واضحين وننقل الحقيقة اقبال عني يعني ما بدون مبالغة خلونا نشوف مشاهدين الكرام بعض التعليقات اللي جاءت بشأن هاي المقاطع عمار يقول الناس عرفت وصارت واعية مجالس المحافظات حلقة زاعدة وباب من أبواب الفساد والسرقات لدينا تعليق من محمد يقول الناس مبقى تعدها ثقة بالطبقة السياسية نهائيا تعليق من أحمد الفهداوي يقول المقاطعون نسبتهم تفوق الوصف بارك الله بجهودكم وموقفكم البطولي وحياكم الله أينما كنتم ومازن يقول المراكز الانتخابية فارغة لم ولن تبلغ نسبة المشاركة أكثر من 5% والمفوضية يكذبون هذا رأي مازن وهذا رأي كثير من العراقيين وهاي كانت نتيجة المسرحية مشاهدين الكرام مهما حاولوا الترقيع ومهما حاولوا تضخيم هذه الأعداد ومهما حاولوا تجميل هذه الصورة تبقى الحقيقة قائمة هذه الانتخابات فعلا بأحسن أحوالها لم تتجاوز نسبة المشاركة بها 5% في أفضل حالاتها ورح تشوفون أن الحكومة راح تعلن عن 40% نسبة المشاركة وهذا الشي ليس بجديد وليس بغريب عن هذه العملية السياسية وانتخاباتهم الفاشلة أنتظر مشاركاتكم مشاهدين الكرام أريد آراءكم وتعليقاتكم عن هاي الفضيحة اللي صارت اليوم اللي ضربت العملية السياسية في مقتل وهاي الانتخابات ضربت في مقتل العراقيين اليوم أثبتوا أنهم يرفضون هذه الطبقة السياسية ولا يعطونها أي شرعية أكوة إعلامية تابعة القناة حنان الفتلاوي تقول حتى لو واحد شارك فهذه شرعية للانتخابات شرعية للطبقة السياسية هي اللي تريد هذا الشيء تريد الناس تشارك حتى تحظى بشرعية أمام الرأي العام المحلي والدولي لكن أنتو ميهمكم شرعية الناس اللي تعطى إلى من يحكم أنتو يهمكم الشرعية الشكلية أمام العالم الخارجي والداخلي خلونا ننتقل مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر أو مقطع آخر مجموعة مقاطع ضمن هاي السلسلة من الانتخابات طبعا الغالبية العظمى من العراقيين لا يثقون بالقوى السياسية والميليشيوية المستحوذة على السلطة من احتلال العراق في 2003 إلى هذا اليوم وينظرون إلى المجامع التي تقدم نفسها على أنها مستقلة وديمقراطية بين قوسين طبعا أنها جزء من كذبة الانتخابات المكشوفة وحتى من أجبر لظروف معينة على المشاركة في التصويت وثق لأنه عند حس وطني دفع أنه يوثق عملية إتلاف ورقته الانتخابية لرفع الحرج عن نفسه هذه المقاطع تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وإجينا الحضراتكم بشيء بسيط جدا من مقاطع تم تداولها لعمليات إتلاف للأوراق الانتخابية أثناء عملية الاقتراع خلونا نشوف ننتقل إلى المقطع الثاني لنفس القضية مشاهدين الكرام مجالس المحافظات طبعا هي وظيفتها خلينا نشرح بس باختصار اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين وعدها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع حسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة في بغداد طبعا هذا الكلام وفقا للدستور لكن هذه المجالس متهمة بتحولها إلى دكاكين للأحزاب ومكاتب اقتصادية للميليشيات بهدف الاستحواذ على أموال المشاريع المخصصة للمحافظات وبنيتها التحتية أغلب العراقيين ينظرون بعدم ثقة للوعود اللي يقدمها المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات اللي ستفرز طبعا خلال الساعات القادمة والأيام القادمة ورح تفرز أيضا شخصيات تتحكم بأوكار الفساد وتخدم مصالح الأحزاب اللي تسيطر طبعا على الحكم في العراق خلونا نشوف مقطع آخر لمواطن عراقي آخر حرصه على بلده وخوفه على المصلحة العامة وأيضا لرفع الحرج عن نفسه وثق عملية إتلافه وإبطاله لصوته داخل كابينة الاقتراع خلونا نشوف اشتركوا في القناة يقول والله أنا منتسب جبروني أنتخب طبيت خربت الورقة وطلعت تعليق من وليد يقول شكرا لوطنيتك وحرصك على بلدك وشعبك فأنت قد اتخذت موقفا مشرفا ولم تصوت لفاسد خالد يقول أكيد مقاطعون وبإصرار ولا ولاء للنظام الحاكم والطغمة المجرمة عدنا تعليق من أمير يقول مجالس المحافظات حلقة فساد زائدة وجربناها سابقا والمجرب لا يجرب لانتخاب لعودة الفساد خلونا نسمع رأيي السيد أبو السمية من الأنبار تفضل يا أبو السمية حياك الله السلام عليكم أبو السمية ماذا اسمع صوتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله السيد الكريم أول خلل فاضح في هذه الأحزاء التي تتكرر كل دورة انتخابية هو أنها تحاول تبديل ثوبها في كل دورة انتخابية لو نظرت إلى الدول المستقرة التي يسود فيها الديمقراطية ترى أن كثيرا من الأحزاء هي بنفس المسميات منذ سنين طويلة وربما منذ قرد كالحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا وفي بريطانيا حزب الحافظين وحزب العمال وفي غيرها هذه الأحزاء لأنها تعلم أنها مرفوضة من هذا الشعب تحاول تبديل ثوبها في كل دورة انتخابية بتغيير أسماء أحزابها لكن اللعبة أصبحت مفضوحة أمام هذا الشعب عندي سؤال لك أبو سمية واحدة من الإعلاميات التي تابعت الحنان الفتلاوي بقناتها تقول حتى لو واحد شارك ستبقى شرعية هذه الانتخابات هذا وطبعا هي هذه الإعلامية هي يعني تعكس لسان حال صاحبة القناة واللي هي حنان الفتلاوي وهي جزء من العملية السياسية ينظرون إلى العملية الانتخابية حتى لو واحد شارك مو مهم بقية الشعب العراقي الملايين اللي قاطعت مو مهمة لو واحد شارك باعتبار أنه ماكو بالدستور مادة تبطل الانتخاب في حال وصولهم إلى نسبة معينة من الأصوات فيقول لك لو واحد شارك أني يكفيني يعطيني شرعية هذه الانتخابات هم لا يهتمون إلى من قاطع بقدر ما يهتمون إلى الفئة القليلة جداً اللي شاركت هل هؤلاء عندهم حرص على البلد وعلى الشعب؟ سيد الكريم أمر التزوير وأمر النسبة المنخفضة لمشاركة في الانتخابات أصبح أمراً مفضوحاً ولو صرح سياسي بهذا العمر المفضوح فمن الذي سيحاسب؟ لا جهة سياسية ولا جهة أمنية سوف تحاسب وأصبح الأمر عادياً المواطن العراقي وصل إلى مرحلة اليأس ووصل إلى طريق مسؤول في كل دورة انتخابية يعيدون الناس بالإصلاح وإين الإصلاح؟ الإصلاح قد يأتي بسنة وسنتين وتلاثة لكن منذ عشرين سنة والإصلاح المشروخة نفسها تعاد على هذا الشعب المسكين الذي فضح كل الألاعيب وعرفها وأصبح لا يمكن أن تنصلي عليه أكاذبهم شكراً للمسكين حياك الله سيد أبو سمية أبو عبد الله من صلاح الدين أبو عبد الله الأحزاب تقول هذا عرس انتخابي يعني هذا كان عرس انتخابي هذا كانت فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم صحيح عرس انتخابي يفيدهم للبوق يعني هو من يقول شرعية نعم نعم هو يقول شرعية يقول حتى لو انتخاب واحد غير شرعية صحيح يعني الانتخابات بيوم وليلة قرضوها سووا انتخابات ودفعوا مليارات المليارات دفعهم بيت بغاتهم نعم حنان الفتلاوي دفعت المليارات من بيت أبوها من بيت أبوها يعني استاذ العزيز هو من عيسن نعم يعني هم من العقوبة الشرعية على راسنا مختلفين الشرعية انطيتوا حج المواطن المواطن انطيتوا لينعطهم قرار على اساس الصوتون على العفو العام لأن العفو العام شو نائم هم كالعفو العام ما حل يقره ايعمن بيها بوك لأن العفو العام يخدمهم لا يقروا لأن المساجين من يطلعون بس حتى لا نتوسع بالفكرة يعني اليوم المصادر تقول أنه في أفضل حالات هاي الانتخابات ما رح توصل بها نسبة التصويت 5% وراح تسعى هاي المفوضية والأحزاب أنه يوصلون النسبة إلى 38 أو 40% مثل ما صرح نوري المالكي قبل الانتخابات قال احتمال النسبة تكون ممكن للأربعين بالمية طيب هم بالعادة ودائما هاي هي سياستهم أنه يرفعون من سقف الأرقام لما توصل الأمور إلى هذا الحد المخيف الانتخابات اللي مضت عياد علاوي قال نسبة المشاركة ما تجاوزت 15% المفوضية تقول 40 للـ 46 5% كارثة يعني ماكو شرعية شعبية لهاي الحكومة ليش بعدهم باقين بالمصد؟ باقين بالمنصد باقين بالقوة هذا العجيل نعم بس نحن نريد هذا الشعب العراقي هذا وقاطع الانتخابات نريد يكون نفس هاي ماكو هاي شون اخذوا قرار قرار حاسم بين ما يروحون المفروض يأخذوا قرار يطلعون هاي الزبالة ماكو للبرلمان وغير البرلمان هاي ناس القضرة سطحا للبرلمان هذا العجيل يدمروا عراق يعني هو يستقلك المناطق المحررة تفليشة تبلوكها قررت تعويضات مالاتها لا هذا ملف واسع راح نتناقش به بعدين ان شاء الله بحلقة يوم الخميس من منبر رافدين نشكرك أبو عبدالله من صلاح الدين خلونا نسمع رأيي السيد أبو علي من الديوانية تفضلي أبو علي حياك الله أبو علي أبو علي أبو علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الشعب تخلي عنها الحكومة مثل ما تخلينا عن صدام نعم ثانيا قد تعرف الحكومة كن حكومات المتغلون خليتها بالمحافظات اللي جزعت المواطنين أغلب الجنوب قاعد بالزراعي وقاعد بالتجاوزات نعم والضرائب علينا والمعظم وحكومة الدوانية هم يقولون نحن قلعنا حزب البعث حزب البعث هذول الحكومة التي تحكم بالدوانية أغلبية كانت أصدقاء الصدام وكانت أعضاء فرص وحاطينهم بالدوانية يستلبونه ونوبونه لا شدناهم لشون ما يصير حدناه باط لا يصير حدناه باط أنا أقول لك أي بشر بعد ما يحصل علينا أبو علي هاي الشخصيات اللي راح تدير مجالس المحافظات بالأيام القادمة الشعب مختارها النسبة اللي شاركت أكون منهم هواية أبطل أو صوتهم لأنهم كانوا مجبرين أن يشاركونوا بهاي الانتخابات من الأجهزة الأمنية ومن المواطنين يعني موعدهم شرعية شعبية حتى يديرون هاي المناصب تتوقع ذوله اللي يجوي رغما عن الناس رغما عن المواطنين راح يكون عندهم دافع أنه هو يخدم الناس راح يكون عنده طموح أنه هو يحسن من الوضع في المحافظة عشرين سنة صار لهم عشرين سنة بعدنا قاعدين بالتجاوز عشرين سنة بعدنا دوم جداً ما نشترهم للتاجر نشتر بالات بس الضرائب علينا يعني هم هم ما جايين جايين لخدمة شعب هم جايين لسرب ونهب لا أكثر ولا عقل نعم يعني نقل له لا حقلون تلديوانية جون معنا لأس ما عندنا الدوانية فقيرة يقول يعني انفقركم له الله طيب وقول الله لدينا حصلنا أربع عادها نعم كانوا يقتلون يقلون أفواه من بالمكافح بالرعب والجيش شكراً أبو علي من الديوانية أشكر حضرتك شكراً جزيلاً للمشاركة قدنا اتصال من السيد أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي حياك الله السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام كل الهلا يا أبو علي شكراً أبو علي شكراً أبو علي شكراً أبو علي الله يحفظك حياك أبو علي تفضل ولا أستاذ محمد يعني بالنسبة لإنتخابات يعني شتقول بها يعني زينة أو مزينة أنت شاركت بالنسبة والله يعني نحن ظللت حيرة يعني يعني مصيلة تعال امات شاركت arak شاركت يعني 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 ليش أقول لك يا أستاذ lang أستعاتي يعني 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 أنت مaker يعني أنت شاركت لم Hoş disciple والله يح退 يسو 置 حلو. حلو الكلام. حلو الكلام. دقيقة وحدة. دقيقة. 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 دقيقة أبو علي. دقيقة بل أزح ما لك. يقول لك شارك. يعني أنت أنا اللي افتهمت من كلامك إلى الآن. أنت ما مقتنع لكن خايف من جهة. أكو جهة ضغط عليك. أكو شخص ضغط عليك. لا لا والله سيد الحبد. لا 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 أبد أبد. بس ثاني شنو دخلوها بشغلات تين وكذا ومع ذلك. شنو قالوا الناس يتروح وكذا ومع ذلك. فشنو الشغل. لأنه. تمام. إنها البت الجوز الأحسد شوية. طيب. لا أكثر ولا أقل. يعني. سؤالي. سؤالي ولو أنا. ما ريد أحرجك. بس أنا حابب عندي فضول. حابب أعرف. أل من اختاريت؟ والله سيد الحمد. والله جبالي. يعني ما أقدر أقول لك. طيب. 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 أبو علي. أبو علي. من رحت إلى مركز الاقتراع. طب. من رحت إلى مركز الاقتراع. الحكومة تقول المشاركة كانت. المشاركين كانوا يعني السيول تتدفق إلى مراكز الاقتراع. كانت تكو هاي الأعداد الضخمة؟ لا أولا أستاذ. لا أولا. يعني شون ديش الانتخابات اللي قبلها. أعداد خليلة. احنا بشرق القناة. نحن. فهاي المناطق. الشرق القناة. تعرف. المسيطرين حليها مكونين. بس كنا صراحة. رغم ما هي. أهم ما كنا. تمام. يعني. يعني هاي الانتخابات. العداد بها أكثر من اللي سبقت له. هاي أقل من اللي سبقت. والله بالنسبة لنا. أنا من دخلت. أجبت. قررت للانتخابات القديمة. نفس الأحداث تقريبا بالنسبة للمنطقة. بس واحد غير مقرد. نعم. أقول لك لين واحد. الله فوق رأسي. طيب. أنا أشكرك أبو علي. أشكرك شكرا جزيلا على صراحتك ويانا. شكرا للمشاركة. أبو علي معروف عن الرجل أنه هو ميال إلى درجة ما أنه يصير بخط هاي الحكومة. ما هو حسب الطرح اللي يطرحها. طبعا هو الرجل أيضا ينتقد هاي الحكومة وينتقد العملية السياسية. لكن يبدو من اللي افتهمتها أنه يكون ضغوطات تمارس على الناس عن طريق المنابر الدينية. يخوفوهم. يرهبوهم من أنه قد تسير في طريق المعاصي. قد تسير في طريق الآثام. في طريق الكفر والإلحاد. إذا ما تروح تنتخبه. وهذا اللسان حال بعض الشخصيات اللي تؤمر بأوامر جهاد دينية موجودة في العراق. وطبعا هي بالنهاية تصب في صالح العملية السياسية. يقول رغم أنه مشارك ورغم ما قلنا. لكن يقول أنه الانتخابات والمشاركة ضعيفة جدا. ضعيفة جدا. وهذا الرجل ساكن بمنطقة يقول باقي المناطق ما أعرف. سنعرض الفضايح بعد شوي أكثر. نسمع سيد عادل من الكوت ونكمل المقاطع. تفضل يا عادل. إلى أسف فقدنا الاتصال يا سيد عادل. طبعا لجأت قوى السلطة في العراق إلى الخطاب الديني. مثل ما سمعنا ويا سيد أبو علي من بغداد. لجأت إلى الخطاب الديني في محاولة لحث العراقيين على التوجه للانتخابات. بعد عجز دعاياتها الانتخابية عن الترويج لمرشحي الكتل الفاسدة. ومجموعة من وجهاء الحوزة في كربلاء دعوا العراقيين للتوجه إلى الانتخابات. لأنها الأمور التي حثت عليها المرجعية. مرجعية النجف مثل ما هم قالوا. وهاي المحاولات وهذا التلاعب بالمصطلحات. وهذا الكلام هو كان لحث الناس واللعب على الوتر الديني. واستغلال عواطف الناس واستغلال أيضا التزامهم الديني. في سبيل دفعهم للمشاركة في انتخابات الانتخاب الفاسدين. خلونا نشوف مشاهدين الكرام المقطع الآتي لهاية المجموعة. إلى أبناء شعبنا العراقي الغيارة. انطلاقا من الرغبة الكبيرة لدى المجتمع في تغيير الواقع العراقي السياسي والخدمي. نحو الأفضل والتزاما بالتوجهات العامة الصادرة من مقام المرجعية الدينية المباركة. والتي وصلت للجميع من خلال منبر الجمعة المبارك وغيره. نبين ما يلي. أولا ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين. الموافق للثامن عشر من شهر كانون الأول سنة 2023. لاختيار ممثليكم في مجالس المحافظات. ننتقل إلى مقطع ثاني ضمن نفس الموضوع مشاهدين الكرام. هؤلاء اللي شفتوهم قبل لحظات بالمقطع لم يكتفوا فقط بإصدار البيانات. ونقصد شريحة المعممين. بل استغلوا منابر الحسينيات في العراق من أجل حث الناس على المشاركة بالانتخابات بعد المقاطعة الكبيرة من الشعب العراقي لهذه الانتخابات. وتساء العراقيون عن دور هذه المنابر الدينية في حث العراقيين على يعني ليش ما يحثون العراقيين على التظاهر ومحاربة الفساد والانتفاض بوجه الظلمة الطغمة الحاكمة بدل ما أحثهم على الترويج أو على المشاركة بانتخابات ما بها أي منفعة للمشاركين بيها من الشعب العراقي لأنها بالنهاية تصب في مصلحة الأحزاب الفاسدة. دعونا نشوف ونسمع. يا أبناء منطقتنا الكرام إن نتماهلكم وعزوفكم عن الانتخابات سيؤدي إلى نتائج وخيمة أكثر من ذي قبل وقد دعت المرجعية عبر معتمديها إلى التوجه إلى صناديق الاختراع وانتخاب الأصلح فعدم الذهاب سيؤدي إلى تسلط الفاسدين والمنحرفين الذين سيسرقون المال العام والانتخابات واجب شرعي وتطبيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو الخطاب الذي يدفع شخص مثل سيد أبو علي من بغداد وكثير من الذين يتبعون هذه الجهات الدينية من خوف من أمور يخوفوهم بها وهذه المصطلحات وهذه العبارات يدفعون الناس إلى المشاركة لكن من شارك هم القلة وهذا أكبر دليل على أنه حتى هؤلاء الذين توجه لهم هذه الخطابات ليسوا مقتنعين لا بخطاب هؤلاء المعممين وهذه المنابر وكل من يروج باسم الدين أو يستغل الدين في سبيل الترويج للفساد خلونا ننتقل إلى مقطع آخر من محافظة ديالة من أحد الجوامع في المحافظة هذه المحافظة ضمن المحافظات المنكوبة اللي يوجه بها ديوان الوقف السني المساجد من أجل حث الناس على المشاركة في الانتخابات فبعد العزوف الشعب الكبير والإقبال الضعيف على المراكز الانتخابية استخدمت أحزاب مشاركة في هذه الانتخابات استخدمت الجوامع في مدن مثل الموصل ومحافظات مثل ديالة والأنبار من أجل حث الناس على المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات لكن هذه الأصوات لم تجد من يسمع نداءات الفاسدين خلونا نشوف ونسمع كيف بدت الصورة من ديالة قرب أحد المساجد موسيقى 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 ماجد يقول لا هاي البقت الجوامع تحث على الانتخاب تعليق عدنا من ثائر يقول والله يا شيخ إذا ما ربك يغير حالنا الانتخابات ما تغير شيء والدليل من 2003 لحد الآن نفس الاشكولات والمعانا بالله في تعليق من علي الموسى ويقول والله عيب عليكم هاي بيوت العبادة عبادة الله مو مكاتب انتخابات خلونا نسمع رأي السيد أبو محمد من النجف تفضل يا أبو محمد حياك الله السيد أبو محمد من النجف طيب فقد من الاتصال ويأنا السيد محمد من أمريكا تفضل يا محمد سلام عليكم وحييك وحيي قناة الرافزين حياك الله يا محمد أهلا وسهلا عمري انت دول رجال الدين عند دولهم مزيفين ليس رجال الدين قسموا بالله هم دمروا العراق انتوا وانكم وان الانتخابات انتقى الله انتقى الله عمري جاهلك ثم ما علي تخطب الجامع هو جوامع بيات الله صلون به مو دعاية الانتخابية هذول بدل ما يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويدعون الناس لمقاومة الفساد ومكافحته لا يقول لك روح شارك بالانتخابات صاد محمد عزيزي قسموا بالله هم تدبير العراق هم دوله العمري قسموا بالله ليس رجال الدين دوله والله العظيم وعندك ما شاء الله في الانتخابات قسموا بالله يهجدون الجيش العسكري الى ما تنتخيط نبطلك من الجيش بس بس الشباب الشباب اللي صوتوا مقصروا يا سيد محمد اللي اجبرت انه تروح تصوت ابطل صوته لانه هو ما مقتنع انه ينتخب فاسد ما يريد ينتخب فاسد عزيزي انا حييي حييي كل واحد شريف عراقي شريف نعم عنده غير على العراق مو جايين جايين تابعين لإيران غير إيران يموتون على العجل دولة جايزة دفعون على إيران صحيح صحيح هو قتلك قسم من بالله ما دمر العراق هير دولة رجال الدين المزيدين شكرا محمد من أمريكا اشكرك شكرا جزيلا ويانا حسين من بغداد اتفضل يا حسين حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كل الهلة يا حسين شوف بخصوص الانتخابات اليوم منطقتنا بزع فراقية اي ذول المرشيين يعني يفكرون على كل مواطن يطلون خمسين عرف دينام على مدل الصوت نعم والله العظيم وشوفتهم بعيني يعني أنا وقف بالباب وأشوفها من يعني عندها سماسرة نعم يمطي خمسين عرف دينام في سبيل يروح ينتخبه شون كانت المشاركة اليوم يا حسين والله العظيم المشاركة بس دولة اللي خلوه فلوس راحا أباوة أنا كتواقف يم يم هاي المدارس نعم فارغة يعني بس الجهال بتووس عليهم نعم وكو مقاطع جهال بتووس عليهم لوقية ما لوقية نعم يمكن شفتها نعم نعم صحيح حاولوا بكل الطرق بكل الطرق انه هم يجيبون الناس ويدفعوهم ويشاركون وحاولوا بكل الطرق والناس مراحل وزعوا مواد غذائية نعم كيس كيس هذا الحديب ابو النص ربع وبطل زي تالي تالي الشعب تالي الشعب ضحك عليهم وقشمر عليهم واخذ منهم حقه هاي الفلوس والمواد الغذائية وما راح ينتخل تقبل الله ولو اطول عليك انا استلمت الكارتون امان المواد الغذائية وتغديت فيها اليوم والمهاد الغذائية بالعافية 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 اشكرك سيدة حسين من بغداد شكرا جزيلا بالعافية على كل عراقي ضحك على ذول الفاسدين اخذ منهم حق الشرعي لانه اللي دي يصرفه على الناس اللي دي يصرفه على حملاتهم الانتخابية هو المال العام هو مال الشعب والمواد الغذائية هي حق الناس عفي على كل واحد ضحك على دوله وأخذ منهم مثل الحسين من بغداد بالعافي عليها إن شاء الله هني ومري علي وعلى عائلته ومرح انتخب وانتصوته لهؤلاء الفاسدين خلونا نكمل لمشاهدين الكرام السلاح طبعا لم يكن في منأة عن ما وصفته السلطة بالعرس الانتخابي أفاد مصدر أمني أنه مسلحين مجهولين أطلقوا النار على منزل مرشح للانتخابات شرق بغداد وقال المصدر أنه مسلحين مجهولين استهدفوا أحد المرشحين ضمن منطقة البلديات عن طريق إطلاق النار على منزلة أضاف بأن الحادث ما سجل أي إصابات بشرية لكن كانت هناك أضرار مادية على واجهة المنزل ومنفذي الهجوم لا ذو بالفرار إلى جهة مجهولة وبهاي الأثناء أظهر تسجيل مصور قيام جماعة تابعة لتحالف سياسي بمهاجمة مركز انتخابي شمال بغداد حتى يرغمون الناخبين على التصويت لمرشحهم خلونا نشوف ويقول لك عملية ديمقراطية وانتخابات سلسة وتتم بمنأة عن العنف واستخدام السلاح هاي المتسبين تضربوا خدم شيخ العشيرة الغزة هلى ملعدا هاي شوف هاي المتسبين بارك الله بكم متسبين بارك الله بكم بارك الله بكم بارك الله بكم متسبين了 بارك الله, بارك الله, صوابهم الناسين شوف ما نشح الحقان فيه شوف شوف قرب الزوم علي شوف شون شح طاشوفها داشت شوفه داشت شوفه هادي غبابعطان اقفل أمرهم اللين يقرأون الناخبية لول عبدالجبار لون فش المتخابات لول العبدالجبار لون فش المتخابات شوفنا شانية شوف الزوم مالته هذا أمر فوج الله لا يوفقه لا يضرب الناخبين لو عبد الجبار بتخلوه كالتلفوه لو عبد الجبار فنشو 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 لا فنش فنشو نكمل مع هذا الموضوع مشاهدين وننتقل إلى مقطع ثاني بينات صور ثانية أيضا سنعرضها لحضراتكم مشادة بين أفراد حماية أحد المرشحين وقوة حكومية مكلفة بحماية مركز انتخابي بعد محاولة أفراد هذا المرشح دفع أموال من أجل شراء أصوات الناس اللي داخلت انتخاب بعد العزوف الشعبي وعدم تمكن المرشحين من حصد الأصوات اللي تأهلهم للفوز خلونا نشوف باقي أدرقم السيارة بيان هذا يلا جعبون الساح ويريدون نضربه هاك يجرن أبقى باقي أدرقم السيارة بيان هذا يلا جعبون الساح ويريدون نضربه هاك نحن نشوف التعليقات مشاهدين الكرام اللي وردت بشأن هاي المقاطع حسين العراقي يقول لوقية يتكاتلون بياناتهم والمرشح بنص العز محمد يقول مثل ما النائب يشتري صوتكم بفلوس راح يبيعكم بالفلوس اللي حصلها بعد الانتخابات وهذا اللي كنا دائما نقوله ونحذر الناس اللي تنوي انه تنتخب انه يا جماعة يشتريكم بالرخيص بخمسين ألف راح يبيعكم بأرخص حامد يقول يا لبؤسي هذه العملية لأن أدواتها من السراق والخونة والصاقطين أخلاقيا هذا المرشح اللي يشتري الأصوات بكرة في المنصب يبيع العراق ويساوم عليه عباس يقول أصلا اللي يبيعون أصواتهم حرام عليهم لأنهم يساعدون الفاسد على تسنم مناصب لا يستحقها كانت هذه جزء من التعليقات مشاهدين الكرام اللي كانت وردت بشأن هاي المقاطع خلونا نروح إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل مع حضراتكم الوطن هو أمي وأمي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه أنا ومنه أنت ومنه إحنا كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرار تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك كيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد ولاد طفول ناس أو أهل الوطن هو أغلى شيء في حياتي الإنسان هو الماء الذي نشرب ونقف تسويره حياكم الله مرة ثانية مشاهدين الكرام ارتفع مستوى المقاطعة للانتخابات بعد ساعات من بدء التصويت بانتخابات مجالس المحافظات في المدن العراقية أبين حجم العزوف الكبير عن لا مبالاة العراقيين بعمليات الاقتراع خاصة وأن أغلبهم من الشباب اللي يشعرون أنهم ملمسوا فوائد ثروة العراق النفطية الهائلة اللي تم توجيه قسم كبير منها بشكل خاطئ أو سرق في بلد يصنف من أكثر دول العالم فسادا وطبعا كان الإقبال ضعيف في ساعات الصباح الأولى لهذه الانتخابات واستمر على ذات الوتيرة حتى تم إغلاق الصناديق الساعة السادسة مساء في وقت استمر وسم الشعب مقاطع للانتخابات استمر تصدر منصة أكس للتعبير عن حجم الرفض الشعبي للمشاركة في هذه الانتخابات عدنا مجموعة من التعليقات اللي وردت بشأن هذا الوسم رذاذ يقول أقترح على مفوضية الانتخابات جمع أوراق الاقتراع لكل محافظة بصندوق واحد صغير حتى يسهل نقلها ليش يخسرون فلوس والصناديق فارغة وطبعا يعني تعليق إذا قروا المفروض يستحون على نفسهم كمال يقول قد علم الجميع هذا اليوم أن الإطار التنسيقي أقلية منبوذة في المجتمع العراقي وهذا انتصار بحد ذاته لكل العراقيين وأضيف لك يا كمال أن الأحزاب المحسوبة على المكون السني أو المحافظات المنكوبة أيضا مشمولة بما تفضلت سيف الدين يقول استخدموا ماكيناتهم الإعلامية وذبابهم الألكتروني وحاربونا بالفتاوى الدينية والصواريخ والتسقيط السياسي وهزمناهم بهاشتاك الشعب مقاطع للانتخابات فقط رصيد يقول أو يعرب حسب ما هو مكتوب انتخابات مخزية ولا تستحق أن يقال أن هناك انتخابات لمجالس المحافظات بسبب المقاطعة الواسعة في عموم العراق الشعب مقاطع للانتخابات وخلونا نروح إلى الموضوع الآخر لدينا وهي فقرة الإنفوغرافيك ونخرج من الانتخابات لكن لا نبتعد عن إفرازات العملية السياسية ونتائجها وانعكاساتها على المجتمع العراقي حذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان في العراق من تداعيات تزايد أعداد المهاجرين الباحثين عن وطن يضمن لهم حقوقهم ويلبي احتياجاتهم المشروعة وحملت المنظمات الحقوقية حكومات الاحتلال المتعاقبة مسؤولية حجرة الكفاءات والطاقات الشبابية إلى خارج البلد بسبب عجزها عن توفير متطلبات الحياة الكريمة وحماية الناس والشباب من أجندات الأحزاب والميليشيات التي تهيمن على المشهد العراقي من عام 2003 مزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية دعونا نرى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة